السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعرض الآن لبعض بقايا المحاصيل الزراعية التب ده تبني برسيم أو تبني دريس الناتج من محصول البرسيم ده القش والقش طبعا ناتج من الأرز ده بالات قش مكبوسة هذه بالات قش تم كبسوها بالات قش تم كبسوها استعدادا لاستخدامها في علف الحيوان يتم تقطيع هذا القش ويخلط بالملاسة بعض المغزيات لتغذية الحيوان فده أش مكبوسة ده تبني القمح هذا تبني قمح قدامنا ده ده التبني الأبيض ده تبني قمح اللي هو يتم تقطيع سيقان القمح لتغذية الحيوان ويتم خلطها يعني هذا التب يتم ده تبني يعني سيقان القمح مقطعة يتم خلطها بالكزب وبعض المغزيات لتغذية الحيوان يضاف له الكزب أو بعض المغزيات تبني القمح قلنا التاني ده تبني الأصمر شوية ده تبني البرسيم طبعاً تبني القمح أغلى تبني القمح أغلى سعر أغلى من تبني البرسيم تبني القمح فهي كلها بقايا بقايا محاصيل زراعية بدل أن تلقى أو ترمى يتم استخدامها كما نرى طبعاً ده أش مكبوس بقايا محصول الأرز أش مكبوس وكل هذه المخلفات الزراعية يتم استخدامها لعلف الحيوان وهي مفيدة قام المزارع بتغطية التبني بالأش اللي حمايته يعني إذا تبني القمح هو بيغطيه يعني اللي حمايته من أي عوامل جوية أو أنه يطير أو يتطير يعني ممكن يطير الأمح كده فإحنا كده نتكلم عن بعض الأعلاف أو بعض المخلفات الزراعية اللي ممكن استخدمها كأعلاف تبني القمح القش القرز تبني البرسيم وشكراً